زيكا محمد عامل ايه؟ عامل يا يوسف عاش من شافك وحشنا اخر مرة تقابلنا هنا كان من سنة ونص تقريباً صح صح اه ولا اقل شوية حاجة تقريباً مهم يعني ان الوقت تجريع كده بسرعة والكورونا بعدتنا عن بعض زيبان بيتين الاغنية دي انت غنيتها اول مرة كم من كم سنة؟ كتير قوي ايه من 2004 تقريباً 2004؟ اه اه يعني من اه عبارة كتير قوي اه 16 18 سنة 18 سنة الغريب بقى انه كل مرة مش انا بس اي حد يسمعها عايش حس انه بيسمعها الاول مرة ايه صح وطيقى نفسك رحت معاها الحمد لله بيبقى ايه سر الاغنية اللي من النوع ده اللي تخليك كل مرة تسمعها كأنها اول مرة والله الاختيارات الاختيار الصح كلمة اللي تعيش ده اللي بنتكلم فيه كلمة تعيش مع الناس واللحن الدسم والتوزيع الحلو تعيش مع الناس لكن يعني اه مش بيه اغاني كده معاني تلاقيها عايشة وبتلاقيها كل شوية ما بتقدمش وبتحلاوه كل ما بتقدم تحلاوه ودي من الاغاني دي بصراحة اللي كتنقلة هو سمح بيقولي دي 2004 طيب احسن 2004 اه سمح شاطر اه لا سمح قعد متابع مزيكاتي قديم برضو ايه قولي بقى المزيكة الجديدة او الاغاني الجديدة انت نزلت تلات اغاني جوداد اه ومن زمان انت بتحب الراب اه من زمان اوي جدا من 2006 حلو اوي المرة دي نزلت بقى التراب تراب من الاغاني تراب اه احكيلي الحدوطة بتاعت التلات اغاني واحدة واحدة ماشي نبدأ بتراب بتراب هو مضوع التراب ده التعرف طبعا انت عاربتني انا دايما بحب اروح في السكك اللي هي المختلفة دايما اه فبصراحة يعني اه انا تقابلت بمراوان السداوي مرور ده شاب جميل جدا اه محترم اوي يعني قابلته الكلام ده من سبع سنين ميش ففرح بالصدفة يعني اه فقالي انا بشتغل كذا بتاع ما يعني بس مش اضريره بشتغل ايه اوكي مهم يعني انا بقامل بيك فان بتوعك اه ربنا نخليه كل بتاع الحاجات اللي انت عارفها ايه فقالي انا بغني راب 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 كويس اه انت بعمل ايه وبتاع ايه طب انا اكلمك يا محمد وبتاع المهمة ايه لزيز هو انا يعني انا عزيت وكده في كمية كده حصلت بيننا اه بس فكلمني وبتاع واختفى فترة ودي ما كانش الاغنية اللي كنا نعملها مع بعض اصلا اه كان هو عارض علي اغنية تانية راب اه مش راب بقى اللي هي الراب الحاجات اللي هي زيب بعد ستايل ام تي ام والحاجات اللي انا عملتها زمان او صحيح اه فاختفى شوية ومش عارف ايه وبتاع ومرة واحدة عيته ايه هو ياسر حسنين من النكيه مع بعض اه تعارف ياسر طبعا حبيبك اه ده كشف النجوم اه كشف النجوم فالمهم ايه قاعد عنده في الشركة وبتاع وبيكلموني هما الاتنين فمرة واحدة الاغنية دي جات كده ياسر قالي انا بقولك ايه سداوي عنده اغنية جامدة قوي ولازم نغنيها مع بعض اه قال لي لا اغنية جامدة قوي طوله مش بتاعت ابنه كان عامل لابنه حمزة اغنية امت ولد مروان سداوي كان عاملها ايه قال لي لا مش ديه خالص طب فين اغنية بعتني على واتساب ابو بتاعها اغنية معمولة حلوة جدا اغنية عجبتني و طبعا روحت للسكة طبعا يعني الموضوع جيه ايه بالصدفة اه صدفة بس خدت سبع سنين هو من عنده هو اه ابننا بعد سبع سنين انا هو بالصدفة اغنية ماخديش سبع سنين اغنية اول ما تعرضت عليها نزلت لا فكرة التعاون ده التعاون ده اه سبع سنين اه كل واحد فينا اتشاغل هو اتشاغل انا اتشاغلت وانت فاهم الدنيا اخدتنا شوية بتاعه ولقيته مرة راح ده هو ياسر من الاني كلمة عباد وراهم اكلميني وابعتولي الاغنية دي اغنية حلوة اول وعملت اه يعني صادة حلوة مع الناس ده صحيح اه وهو كمان عنده مروان شاطر يعني